حصار تعز للعام الرابع على التوالي يضاعف من معاناة الملايين من سكان المدينة والريف وجراء الحصار ارتفعت اسعار المواد الغذائية والبضائع والمشتقات النفطية لكن المواد النفطية هي الاكثر ارتفاعا كونها تدخل عبر السوق السوداء وتوقفت الاسواق الرسمية منذ بدء الحرب المواطن لا يتحمل ارتفاعها على البترول والديزال وفي وقت لم تصل فيه حصة تعز من المشتقات النفطية هو ما يؤدي الى ارتفاع اسعارها لكن الجهات الرسمية تقول انها طرحت خطة للحكومة في عدن لحل هذه المشكلة واجاد اليات لتوفير حصة تعز من النفط وهناك ترقب لتنفيذ الحلول لا يدخل اي لكر من المشتقات النفطية بطريقة رسمية كان قبل اربعة ايام لطرح قضية المشتقات النفطية في تعز وكيفية معالقة الانقطاع هذا المستمر وارتفاع الاسعار ويصالها الى تعز بطريقة رسمية عبر شركة النفطة اليمنية وان شاء الله هناك قود تبدال في الجانب هذا ويبقى الحصار عائقا كبيرا كونه لا توجد طريقة لدخول الوقود سوى طريق ثانوية ووعرة وهي طريق هيجة العبد ولا تستطيع الشاحنات الكبيرة المرور ما يجعل هذا عائقا لا يمكن تجاوزه في الوقت الراهن